بتقديرك هل سيتم النظر إلى مسألة الهجمات والعملية العسكرية الإيرانية التي تقودها في إقليم كردستان؟ هل تعتقد أن هذا الأمر سينظر به معام التصعيد التركي أيضا على الداخل العراقي وعلى الإقليم؟ مؤكد مؤكد يعني حتى التقرير الإحاطة التي قدمتها بلاسخارت إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي في 17 آذار من هذا العام أيضا تناولت القصف الإيراني في حينها على مواقع كانت تدعي إيران أنها مواقع الموساد أو قبلها هناك قصف أيضا على مواقع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وغيرها من التنظيمات الموجودة في أربيل وفي سليمانية وبالتالي للدعاءات الإيرانية غير صادقة لأن في الأساس هذه المواقع إن وجدت فهي لأكراد إيرانيين مدنيين يعيشون تحت ظل الوضع الأمني ورعاية حكومة كردستان بسبب الظروف الأمنية القاسية التي عانوها في كردستان إيران أيضا هناك أكراد من سوريا وأكراد من لبنان يعني وجود الكردي في كردستان من دول الجوار لا يعني أنه يقوم بعمليات عدوانية أو عدائية لدول الجوار على الإطلاق باستثناء البيكيكي وضع مختلف تماما أيضا علينا أن نذكر أن بلاسخارت أشارت إلى مختلف النقاط التي جنابك تفضلت بها التي تتعلق بأزمة النظام السياسي موضوع الانتخابات موضوع الفساد المالي موضوع السياسات الإصلاحية مسألة كردستان والعنف التي تمارسه إيران والاعتداءات الإيرانية بالصواريخ على مناطق مختلفة إضافة لمجموعة الظواهر تتعلق بالمياه المياه الزراعة الاقتصاد الصناع إلى آخر الإحاطة غدا أكيد ستشمل هذه الخارطة الواسعة للموضوع نرجع إلى مسألة كردستان يعني هناك مشكلة للقوميات في إيران عدنا مشكلة بلوشستان بلوش عدنا مشكلة كردستان في إيران عدنا مشكلة عربستان عدنا مشكلة أذربيجان عدنا مشكلة تركومانستان إضافة للمشاكل اللي يعانون من عندها نفس الفورس واليوم الفورس إضافة القوميات الأخرى ينتفضون في مختلف المدن الإيرانية تعبيرا عن الاحتجاجات ضد قسوة وشمولية واستبداد وقمع النظام الإيراني يعني مع الأسف القيادة الإيرانية لا تدرك حجم المخاطر وحجم الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان لحقوق الشعب الإيراني في التعبير عن رأيه حريته في اختيار نظامه السياسي أو علاقاته السياسية سأتي